تلقى حضرته صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عهل البلاد المفدة حفظه الله برقية تهنية من صاحب السمو الملكي الأمير خليف بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله وذلك بمناسبة الذكرى التاسعة عشرة لإقرار مثاق العمل الوطنية رفع فيها سموه إلى صاحب الجلالة الملك المفدة أسماءات التهاني والتبركات بهذه المناسبة الوطنية معبرا فيها سموه عن مواصلة العمل بكل العزم والإرادة لتحقيق تطلعات جلالة الملك المفدة وشعب البحرين الكريم نحو المزيد من الانجازات مستذكرا سموه بهذه المناسبة الوطنية التي جسدت رؤية جلالة الملك الحكيمة في نهج العمل الوطني لمسيرة التقدم والنماء تحقيقا لأماله وتطلعات شعب البحرين الوفي المحب لجلالته دعين المولى عز وجل أن يحفظ جلالته وأن يحقق على أيدي جلالته ما يصب إليه الشعب الوفي من تقدم ونماء هذا وقد بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله برقية شكر جوابية إلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله عبر فيها جلالته عن بلغ سروره بتلقي تهنية سموه بهذه المناسبة الوطنية مستذكرا جلالته في برقيته دور سموه المشهود في بناء أمجاد هذا الوطن العزيز والتطلع نحو مواصلة العمل نحو أنجازات كبيرة أخرى تؤكد دور مملكة البحرين ببناء مستقبل أجيال هذا الشعب الكريم ترجمة نانسي قنقر